محلي حضرتك أسألك على الأمراض اللي نتجت عن ظهور السوشيال ميديا يعني ظهر من الأمراض اللي ظهرت عن طريق السوشيال ميديا زي الابتزاز أو التحرش وفيه أمراض تانية بيبقى ليها علاقة بأن الشخص بيأذي نفسه زي ما بيقولوا عليه يبقى سكرين سليف طول أن الوقت ما بيعملش حاجة غير أنه هو قاعد يسكرول على الموبايل ومضيع وقته ومجهوده فإيه رأي حضرتك في الأمراض اللي ظهرت مؤخرا عن طريق السوشيال ميديا؟ ربنا سبحانه وتعالى عن اللغو عن إضاعة الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدع مع عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا فعل به وعن ماله من أين أتى به وأين أنفق فهنتحاسب على كل هذا ولذلك العاقل خصيم نفسه يجب على العاقل أن يعمر وقته بما هو نافع إما نافع في دنيا بعمارتها بالتعلم بالأمر بالمعروف والناية عن المنكر وإما نافع في أخرى بالعبادة والطاعة وتحصيل درجات عند الله سبحانه وتعالى هل هناك سؤال تفضل؟ أولانا عندي أولاد هل يحق لي أن أنا أنزل برنامج مراقبة أبوية عليهم وخصوصا مع السوشيال ميديا وأنهم على طول بيستخدموا الموبايلات ممكن يدخلوا على مواقع إباحية تحصل لهم أي شيء من باب الحفاظ عليهم؟ نحن عندنا الطفولة طبقا للدستور بتنتهي عند 18 سنة قبل 18 سنة يجوز لك الرقابة الأبوية بهذه الكيفية ولا يكون هذا تأليا على الأسرة وكذا لأن دي مسؤوليتك في التربية مسؤوليتك في المراقبة مسؤوليتك في المتابعة فلا بأس بهذا إطلاقا نعم يا مولانا كيف أتعامل مع الطفل إذا أدمن السوشيال ميديا ولم يرى أي شيء إلا هي تاخد بالك أولا أنه ما يدمنش السوشيال ميديا يعني هو ده اللي احنا بنقول يا جماعة واحد كفاية اتنين بالعافية لأنه تلاتة ده كتير مش هتعرفوا تسيطروا عليهم هو علشان كده علشان يكون تحت الرقابة الدائمة وتحت الرعاية الكاملة وتحت العناية الكاملة حتى نستطيع أن نحن يطلع أو أن نكون أدينا بعض الذي فيه رقابنا تجاهه في حقوق لهذا الطفل كان ابن أبو العلاء ما تجوز فما خلفش فكان يقول هذا ما جناه علي أبي وما جنايته على أحد فإحنا عايزين حكاية الخلفة دي إنها نشوف لها حل وإنه واحد يكفي في ظل هذه الفتن المقيمة التي دخلنا فيها تفضل فضلتك لو حد من أصحابي مثلاً بيبعث لي صور أو فيديوهات إباحية اعمل عليه بلوك تفضل بالنسبة بعض البلاتفورمز اللي هي بتدي بتطرني بسؤال مرة ورد علي يقول إيه يا مولانا أنا رايح الشاطئ بس بحول أغض بصر لا يا حبيبي اعمل عليه بلوك وخلص تفضل بعض البلاتفورمز الموجودة اللي بتجيب أفلام أجنبية وخلافه أصبحت الأفلام الأجنبية دي فيها مشاهد مش بورنو صريح لكن إيه في التلفزيون برد لما ما دخلتش البلاتفورم ده بيتي أصبحت أنا متأخر أصلاً في ناس بتتكلم في حاجاته قولينا هتعمل إيه أنت راجل مسلم أهو وفاضل قولينا إيه الحل وعشان كده نبس أل فاضلتك أنا مش عارف أنا بسألك هو بقولك إيه في التلفزيون حتى لو أنت أخرت عن العالم حتى لو تأخرت عن العالم طيب تفضل انتشر مؤخراً يا مولانا حتى على إنترنت مواقع المرهنات حتى في أطفال بيخشوا على المواقع دي يعني وفي ناس بتحلل الموضوع ده بتقولك أنه دي في دول غير إسلامية فما دام في دول غير إسلامية من حقه يعني أنه يخش يلعب الألعاب دي يعني وكده فنرد عليهم إزاي هو جماهير الفقهاء على حرمة ذلك سواء كان هنا أو هناك وأبو حنيفة يقول أن كل العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين مباح لكنه اشترط أن تكون أنت هناك يعني واحد مقيم في إنجلترا في أمريكا في كذا إلى آخر أما أن تكون هنا أو أن تتعامل هناك مع المسلمين فلابد أن تلتزم بالشريعة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر